أهلا وسهلا فيكم في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس قساري ردوا الحياة قابل عماد الأطرش من جمعية الحياة البرية الفلسطينية عماد إمتى بلشتوا في مجتمع الحياة البرية الفلسطيني؟ أسست جمعية الحياة البرية في فلسطين عام 1999 في شهر نيسان في مدينة بيت صحور ضمن محافظات بيت لحم هل كان هناك حاجة للحفاظ على الطبيعة هون في فلسطين؟ كان في نتيجة الاحتلال منذ عام 1967 لم يكن هناك أي اهتمام من المجتمع الفلسطيني في مجال مفاهيم التوعية البيئية وحماية الطبيعة فكانت توجه من خلالي مع بقية الزملاء من الضفة والقطاع من فلسطين بعد 1992 أنه نحن نأسس جمعية تهتم بتوعية الناس بيئيا للقضايا البيئية الموجودة وبالإضافة إلى حماية الطبيعة ومنها التنوع الحيوي في فلسطين شو هي مهمة وإرسالية المنظمة؟ المهمة الأساسية اللي كانت الجمعية رفعتها هي مفاهيم حماية الطبيعة معرفة الأنواع الخاصة بالتنوع الحيوي والحياة البرية اسمنا الحياة البرية معرفتها ووضعها على مستوى المحلي الوطني الإقليمي والعالمي وبالإضافة إلى توعية جمهرية من خلال الطلاب المدارس والجامعات والتوعية العامة للجمهور بأهم القضايا البيئية الموجودة في فلسطين شو المشاريع اللي بتدروها هون؟ مشاريعنا كانت ضمن مفاهيم الأهداف الأساسية تبعتنا أو الاستراتيجية اللي هنه ثلاث كانن والرابعة استحدثت الأولى مفاهيم حماية الطبيعة الثانية تنمية البيئية المستدامة والثالثة اللي هي توعية البيئية للجمهور المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته وبالإضافة لمفاهيم الرفق بالحيوان وحقوقه اللي احنا وقعنا الاتفاقية بالألفين الثمانية مع جمعية حماية الحيوانات في العالم واللي بتختص في حيوانات المسرعة زي الحمير زي البغال والحسن هل بتروحوا للمدارس وهل مهم إشراك الشباب في الحفاظ على البيئة؟ طبيعي بالنسبة لسؤالنا احنا أسسنا الأندية المدرسية لحماية الطبيعة من بداية تأسيس الجمعية واشتغلنا بالمدارس في حوالي خمسمائة مدرسة على مستوى الضفاء والقطاع اشتغلنا فيهن كتأسيس نادي بيئي ولكن حاليا قمنا في تأسيس المكتبة البيئية في مقر الجمعية وربطنا كل أنشطة الذاتية خاصة بالأندية المدرسية ضمن المكتبة البيئية سواء ألكترونيا أو زيارة المكتبة عندنا في مقر الجمعية في بيت صهور شو نوع الحيوانات والحياة النباتية اللي عندكو هون في فلسطين؟ بالنسبة للتنوع الحيوي الموجود عندنا سواء المملكة النباتية والحيوانية الحيوانية عندنا الحيوانات حوالي ما يقارب الدسعين نوع أكبرهن البدن النوبي والغزال الجمل الفلسطيني وزي الضبع والنيس الشيهم والقوارض الزيرة زي فيران الحقل الطيور الموجودة عندنا هي طيور مهاجرة 400 صنف 150 مقيمات 400 صنف مهاجرة وفي طيور مهاجرة بتعمل عملية تفقيس الحضانات الصغار وتفقيس عندنا هانا زي الوروار الأوروبي زي العويسق المهاجرة تدولة طبيعي طبيعي في هجرات عندنا بتيجي من أوروبا إلى إفريقيا وبالعقس عندنا النوع الأقلق الأبيض هو بعمل عملية إقامة مدة سنة سنة ونص لأنهم هم صغار ومش بحاجة يرجعوا لبلادهم للتزاوج الحشرات آداد غير محدودة الزواحف والبرمائيات في عندنا الأخطر هن مستوى العالم الأفعال الفلسطينية السامة طبيعي وتقريبا النباتات عندنا 2850 سنف هل هناك طبيعة موطنها فلسطين؟ طبيعي فيه طيور وحيوانات ونباتات منتمية إلى طبيعة فلسطين منها سوسنة فقوعة اللي هي موجودة في جبال فقوعة وهذه الزهرة الوطنية لدولة فلسطين بالإضافة لزي الخلد الفلسطيني موجود عندنا زي النباتات زي البطم الفلسطيني زي الخروب زي الفستوك الحلبي موجود في حوض البحر المتوسط وليس بس وقت في فلسطين هل الرعاية بالحيونات واحترام الحيونات ماشي بشكل كويس هون ولا لازمها أكتر شغل وأكتر عمل؟ بالنسبة للتوعية البيئية يعني لو سألتني السؤال هذا سابقا قبل عشرين سنة بأقول لك آه هناك احتياجات حالية جدا ولكن هل لا بعد عشرين سنة من تأسيس الجمعية أقدرنا إحنا نعمل عملية توعية بيئية وكثير كويس النتائج لحد دل ولكن دائما التوعية بتأخذ وقت طويل ليس فيه خلال سنة أو خمس سنين أو عشر سنين بها جاء إلى مئة سنة هل فيه بعض الحيوانات البريئة اللي اختفت أو انقرضت؟ طبيعي فيه حيوانات منقرضة قبل أربعمائة سنة أو خمس مئة سنة زي الأسد كان موجود عندنا في مناطق نهر الأردن الشريعة الدب السوري البني موجود آخر تسجيل ليلو في 1915 كان مع المزارعين طبيعي تم إعادة بعض الأصناف زي المهل العربي زي النمر أو الفهد العربي زي الدب البني السوري هذولا نحطوا في محميات أو في مناطق سفاري هل أنتم مرتبطين بنظامات حماية تانية حول العالم؟ طبيعي إحنا الجمعية الهدف الأساسي الأول من تأسيسها اللي هو حماية الطبيعة والأصناف التنوعي الحياوي والحياة البرية إحنا مؤسستين اسمها الاتحاد العالم لحماية الطبيعة الـ IUCN والبيرد لايف انترنشنل اللي كان اسمه من مجلس العالم حماية الطيور طبيعي كل أهدافنا إحنا بتصد في ضمن أهداف المؤسستين الدوليات ودول الأساسيات في العالم وفي مؤسسات تانية إحنا عضاء معهم هل بيجو ناس هون بس لا يقضوا عطلات في الحياة البرية؟ طبيعي إحنا من سنة الألفين طبقنا مفاهيم السياحة البيئية وانتقلنا هلا لمفاهيم السياحة البطيئة اللي هي عبارة عن مشروع لأس الدول في منطقة حض البحر المتوسط اللي هي إيطاليا اليونان وإسبانيا مصر والأردن وفلسطين إحنا المؤسسة الوحيدة بين ثمن شركاء في السيد دول تشتغل في مجال حماية الطبيعة والتنوع الحيوي وهي راح تكون الاهتمامها أكثر إشي لمراقبة طيور ودراسة النباتات الموجودة في فلسطين في المناطق الطبيعية بالإضافة إلى المسارات البيئية اللي إحنا بنقوم فيها في مختلف مناطق الضفة الغربية اللي بتحتاج فلسطين لبذل المزيد في عادة تدوير لبلاستيك لحماية الطبيعة طبيعي بالنسبة إلنا إحنا اللي هي اللي إعادة التصنيع الاستخدام الرسكرة هاي إحنا بنقوم فيها بالإضافة ل جزء أساسي من شغلنا كالتنمية البيئية المستدامة اللي إحنا بنفكر فيها زي استخدام الطاقة الشمسية زي استخدام المياه الرمادية زي دعم نشاطات الطلاب بالمدارس في مجال مفاهيم حماية البيئة وإعادة التصنيع اللي هي إحنا بنقول عنها لثري آرز حقك المجتمع بعض الإنجازات خلال السنوات الماضية وبعض الاحترافات ممكن تحكي لنا أكتر عن هذا الموضوع في الواقع نعم في صعيدين الصعيد الدولي إحنا وقعنا اتفاقات مع الأمم المتحدة في ثلث اتفاقات خاصة مرفق البيئة العالمي البرشلونة كونفنشن أو اتفاقية برشلونة لي حماية البحر المتوسط وبالإضافة لوجودنا إحنا كمجتمع فلسطيني اشتغلنا مع المزارة التربية والتعليم في إدخال مفاهيم حماية الطبيعة بالمناهج الفلسطينية إحنا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وكمان بالنسبة للسياحة البيئية إحنا أول ما دخلنا مفاهيم السياحة البيئية في فلسطين ليش بتقوموا بهذا العمل؟ في الواقع بحب شغلي في دمي العمل هذا أنا كنت معيد في جامعة بيت لحم لمدة 13 سنة تركتها أسست برنامج اسمه أطفال لجن حماية الطبيعة لمدة 8 سنين وبعدين انطلقت مع بقية الزملاء في تأسيس جمعية الحياة البرية وإلها باع قوي جدا في تثبيت مفاهيم الحماية الطبيعة والتوعية البيئية في فلسطين بالإضافة للسياحة البيئية هذا الموضوع في دمي هل بتحدث الفرق في المجتمع؟ فعلا كنت بالتغيير كشخص وكمؤسسة على الجهتين على مستوى فلسطين علاقتنا متينة مع المؤسسات الرسمية زي وزارة الزراع البيئة السياحة والتربية والتعليم ومما جعلنا نحط أفكار مفاهيم حماية الطبيعة في داخل المؤسسات هذه واشتغلنا على صعيد المجتمع المحلي كتوعية بيئية شاملة لكل القضايا والدلائل ملموسة على صعيد الشارع والوطن بشكل عام في الضفة والقطاع شو أملكم وشو هي صلاتكم من أجل المستقبل يعني نظرتي إلى المستقبل أنه يكون دور فعالية للجمعية الحياة البرية بشكل أقوى طبيعي كانت هاي سابقا كنت أشتغل لحالي بس اللي في عنا طاقم قوي بالجمعية وهذا اللي رح يحل إن شاء الله بالمستقبل نجيب مشاريع أكثر ونكون قوة يعني مؤثرة صعيد المجتمع الفلسطيني في مفاهيم حماية الطبيعة شكرا عماد وشكرا لإستماعك لبرنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري وانت شو بتعمل عشان تحدث فرق في المجتمع